وزي ما قلت لحضراتكم الصبح على طول كان فيه إنه من مبارح كانت فيه وفود بتصل إلى مصر من حوالي يمكن بيقول 80 دولة ما بين يعني وفود من الدول دي من الجهات الدينية ما بين طبعا محمود عباس طبعا من أوائل الحضر وطبعا لأنه الموضوع عن القدس ومن ساعة مكان الموضوع اللي هو زي ما حضراتكم تعلمون يوم في ديسمبر الماضي العام الماضي لما كان دونالد ترامب أعلن عن القدس عاصمة لإسرائيل وأنه هينئل لها السفارة ده كانت بداية الموضوع طبعا ومن وقتها كان شيخ الأزهر أعلن أنه سيتم إقامة مؤتمر كبير لنصرة القدس وفي هذا المؤتمر تم دعوة كثير من القيادات الدينية على مستوى 80 دولة زي ما قلت لحضراتكم وكانت طبعا فيه كلمات مهمة جدا في هذا المحفل وخلينا نشوف بس التقرير دا يدينا فكرة كده شاملة عن المؤتمر اللي تم صباح اليوم هو على مدى يومين النهاردة وفيه كمان اليوم التاني يكون غدا إن شاء الله لم تعد تصلح وسيطا نازيا في عملية السلام بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها هذا ما أكد عليه رئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مؤتمر الأزهر لنصرة القدس عباس أشار إلى أن قرار ترامب يكرس ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى إلى تغيير حدود القدس وضم مستوطنات إليها مؤكدان التمسك بما أسماه المقاومة الشعبية السلمية إلى أين يريدوننا أن نذهب؟ إلى أين يريدون أن يجبرون على أن نذهب؟ ونقول لهم لن نذهب للإرهاب والعنف سنستمر في المطالبات السلمية حتى نحصل على حقوقها من جانبي أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على أن لا استقرار في المنطقة دون قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية إن إعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها مدان ومرفوض وليس له من أثر قانوني أو سياسي شيخ الأزهر أكد ضرورة أن تولي المناهج الدراسية أهمية خاصة للتعريف بالقضية الفلسطينية والقيمة التاريخية والدينية للقدس مؤتمر اليوم يختلف كثيرا عن سابقين لأنه ينعقد في ظروف وملابسات تشبه السحب الداكنة التي تنذر بالسيول الجارفة فقد بدأ العد التنازلي لتقسيم المنطقة وتفتيتها وتجزئتها وتنصيب الكيان الصهيوني شرقيا على المنطقة بأسرها ويأتي انعقاد المؤتمر للتأكيد على رفض القرارات الأمريكية حول القدس المحتلة وبحث اتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة تأكيد على عروبة القدس ورفض للقرار الأمريكي بشأنها داخل قاعات المؤتمرات والاجتماعات في العالم العربي في حين ما زال الموقف الرسمي حضرتكم انه يعني المؤتمر على مدى يومين ومن أبرز الحضور طبعا شيخ الأزهر الذي دعا لهذا المؤتمر عباس محمود أبو ميزن الرئيس الفلسطيني وقداسة البابا تودرس وقيادات عربية كانت مشاركة في هذا المؤتمر وأيضا شهدنا طبعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيت من أهم التصريحات أو من أهم الكلمات اللي أتت طبعا كان فيه أول كلمة كانت لشيخ الأزهر وهو من افتتح المؤتمر اليوم وقال شيخ الأزهر أن اليوم يدعو الأزهر للمؤتمر لنصرة القدس ويدوك من جديد نقوس الخضر الاحتلال إلى زوال وعاقبة الغاصب معروفة ونهاية الظالم مؤكدة يجب علينا أن لا نخجل من التعامل مع قضية القدس من منظور إسلامي ومسيحي لو لم نتخذ خطوات جادة لنصرة القدس فلا سوف تلعننا الأجيال القادمة أيضا دعا شيخ الأزهر بأن يخصص عام 2018 ليكون عاما لنصرة القدس الشريف وفيه أيضا دعا شيخ الأزهر لأن تكون هناك زيارات من المسيحيين والمسلمين للمعالم الأثرية هناك في القدس وقال أن هذا لا يعتبر تطبيع مع إسرائيل وبناء عليه كان هناك تساؤل هل سيسمح قدسة البابا تودرس للمسيحيين لزيارة الأماكن المقدسة هناك بعد دعا شيخ الأزهر وبعد هذا المؤتمر أم لا ولا أحد طبعا يجيب حتى الآن نشوف في الفترة القادمة كانت هناك أيضا كلمة لقدسة البابا تودرس من خلال هذا المؤتمر قال فيها البابا تودرس أن هذا القرار من دونالد ترامب قراره الظالم ولم يرعي مشاعر المسلمين والمسيحيين قرار ترامب يطمس الطبيعة التعددية لمدينة السلام نرفض العدوان والقهر وتدين الصراع العربية الإسرائيلي ومن المؤسف أن تكون القدس مصرحا للصراع عبر الأزمنة الكنيسة لم ولن تعادي أي كيان أو دين وترفض التطبيع من أجل هذا كانت الدعوة بالنسبة لشيخ الأزهر أن تكون تكثيف الزيارات كنوع من أنواع الدعم وكنوع من أنواع أيضا دعا الدول العربية كلها طبعا لتدعم هذه القضية ودول العالم وأنه بمثابة الزيارات ستكون بمثابة نوع من أنواع التعبير عن الدعم ومنتظرين قرار قداسة البابا تودرس في هذا الشأن كما تعلمون منذ وجود المتنيح قداسة البابا شنودة وكانت هناك قرار من الكنيسة بعدم زيارة أو بمنع المسيحيين من زيارة القدس وكان فيه ردود فعل كثير على الموضوع ده هل سيتم التغير بعد هذه الكلمة هذه الدعوة من شيخ الأزهر أم لا؟ من ضمن الحضور أعتقد أيضا كان فيه رئيس حركة ناتوري كارتا اليهودية وكان بيقول علينا رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني أما الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن فكانت من خلال كلمته أن الكدس عاصمتنا الأبدية أهلها مرابطونا لا يضرهم من خزلهم قرار ترامب جاء مناقدا لكل القرارات الأمريكية السابقة تجاه الكدس نستبعد الإدارة الأمريكية من أن تكون وسيطا للسلام في القضية الفلسطينية وسنلجأ إلى كل الخيارات إلا الإرهاب عفوا هو من دعا أعتقد للزيارة هو كان محمود عباس أسفا أعتقد بالفعل فعلا اللي دعا لتكسيف الزيارة وأنه لا يعتبر يعني بأنه زيارات المسلمين والمسيحيين من كل الدول العربية وعلى رأسهم مصر للمعالم السياحية في القدس أنه ده يعني هام جدا في الفترة اللي جاية وأنه لا يعتبر تطبيع إذن من دعا لهذه الزيارة هو محمود عباس أبو ميزم كمان أمين مجلس الكنائس العالمي طالب دونالد ترامب بالتراجع عن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وزي ما قلت لحضراتكم أنه الدعوة بتاعة الرئيس الفلسطيني برضو خلينا نشوفها مع حضراتكم اللي هي موضوع شد الرحال إلى القدس حتى يعني عشان برضو بالتعبيرات اللي هو ذكرها بالتحديد ونشوف ما سيبنى بعد هذه الدعوة من خلال الكنيسة بالتحديد الكنيسة الأورسيزوكسية مش إلنا لحالنا مش فلسطينية بس إحنا كتب علينا الرباط إلى يوم الدين ماشي لكن هي لكل مسلم ومسيحي لمليارات المسلمين والمسيحيين يجب عليكم جميعا أن تدافعوا عنها لسنا لا تتركونا وحدا القدس قدسكم والأقصى أقصاكم والقيامة قيامة الحقيقة يعني الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الفترة دي يعني الحقيقة يعني مفوه جدا وكل الكلمات اللي بيلقيها يعني دائما بقول كل بيشيد بهذه الكلمات طبعا البعض قال طب يا جماعة إحنا المطلوب أفعال وليست كلمات هل بعد هذا المؤتمر ستكون هناك ردود فعل أو تحرقات معينة ننتظر هذا وأنه الأمر هنا يجب أن يخرج خارج إطار المؤتمرات فقط ده أنا بس بقول لحضراتكم بعض التعليقات طبعا علق أيضا قدسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في هذا يعني على هذا الأمر أيضا وطالب أو قال لابد من استقناف الحوار بين إسرائيل وفلسطين والتواصل لحل للتعايش السلمي ولن أكف عن وساطة حل الدولتين وحفظ هوية القدس هو البابا بيزور شيلة شيلة دلوقتي وهنشوف برضو تقرير عن موضوع زيارة قدسة البابا فرانسيس وأنه لم يحضر طبعا هذا المؤتمر ولكن كان له تعليق على هذا أو يعني كان له تعليق مهم جدا بالنسبة لنصرة القدس وبالنسبة لهذه القضية كما في الفترة اللي فاتت برضو كانت زي ما قلت لحضراتكم كانت فيه محاولات واجتماعات في فلسطين من شأن القدس ودي كانت من أهم الأمور اللي حدثت فيه خلال الفترة السابقة بأنه كانت طبعا يعني تحدث فيها الرئيس الفلسطيني كان بيقول أن إسرائيل أنهت اتفاقات أصله مع الفلسطينيين وصف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلام الشرق الأوسط بنى صفعة العصر وليست صفقة القرن وقال أيضا محمود عباس في خطاب افتتحت به اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين لمجلس المركزي الفلسطيني ده كان من كام يوم كده فاته وأنه كان بيتحدث فيه محمود عباس عن ذكر هذه الكلمة أن ما فعله دونالد ترامب وما كان يتحدث عنه موضوع صفقة القرن لم تكن صفقة القرن بل صفعة القرن جدد الرئيس عباس أبو ميزن أيضا رفض السلطة للولايات المتحدة كوسيت للسلام مشددا أنه لا يحق لأي جهة إلا منظمة التحرير التفاوض باسم الفلسطينيين ودي كانت من الأمور المهمة جدا فيه كمان كان حركة حماس رفضت تقليص أمريكا المساعدات المالية الممنوحة لوكالة غوث وتشغيل لاجئين فترة اللي فاتت دي لنا كذا يوم وإحنا المؤتمرات وردود الفعل وكمان كان فيه موضوع مهم جدا وهو رد فعل أو يعني ترامب كان هدد بأنه هيكون فيه سحب للدعم والمعونات اللي بتروح لفلسطين وكان من أوائل الأمور اللي عملها في الموضوع دا دلوقتي هو الأونروا اللي هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الخارجية الأمريكية قررت حجب تمويل الأونروا وانه كانت بتعلق على دا بانه هذا الحجب لحوالي ستين مليون دولار لا يستهدف معاقبة الفلسطينيين ولكنه كانت هناك ردود فعل من جهات كثيرة جدا وعلى رأسها الأمم المتحدة ونشوف هذا التقرير ونستكمل مع حضرتكم خطوة أمريكية جديدة تستهدف فلسطين والفلسطينيين بتجميد جانب من المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا هذا التجميد يخص ستين مليون دولار من أصل مائة وخمسة وعشرين مليون دولار هي حجم المساهمات الطوعية الأمريكية للأونروا في عام الفين وثمانية عشر تقارير عديدة ذهبت إلى أن واشنطن ستلغي هذه المساهمة المالية بشكل كامل وما قررناه بعد مناقشات كثيرة هو أن ذلك سيكون له تأثير سلبي لذا قررنا تجميد ستين مليون دولار وشريحة ثانية محتملة بخمسة وستين مليون دولار وربما أكثر في المستقبل من جانبها ردت الأونروا بالتأكيد على أن ما أقدمت عليه واشنطن أمر مؤسف يشكل خطرا حقيقيا على اللاجئين الفلسطينيين خفض التمويل الأمريكي أمر مؤسف هذا القرار يعرض للخطر أكثر برامج التنمية البشرية والإنسانية للأمم المتحدة بالشرق الأوسط نجاحا فنصف مليون طفل ومليون وسبعمائة ألف لاجئ يحصلون على الغذاء ويعيشون في أمان معرضون الآن لعدم الحصود على الغذاء والإعانة المالية وكالة الأونروا أكرت أيضا أنها تواجه اليوم الأزمة الأكبر في تاريخها مشيرة إلى أنها ستعمل على إيجاد منحين آخرين لسد الفجوة التي خلفها القرار الأمريكي إذ تقدم الأونروا المساعدة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية وخارجها خاصة في الأردن ولبنان وسوريا قرار واشنطن بتقليص مساعدات الأونروا يأتي بعد تهديد ترامب مطلع يناير الجاري بوقف المساعدات المالية للفلسطينيين إذا استمر رفضهم الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل وذلك عقب الاستنكار والرفض الفلسطيني والدولي لقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال منذ هذا القرار بالأمس وزي ما شفتم بالتقرير وردود فعل غاضبة كثيرة جدا وعلى الجانب الآخر هناك دعوات من الأونروا نفسها ومن أيضا المحللين السياسيين وتساؤل أين الدول العربية ولماذا لا تدعم الدول العربية على رأسهم السعودية هذه المنظمة يعني لأنها منظمة مهمة جدا حتى المنظمة نفسها منظمة الأونروا تحدثت أنه مش بس اللاجئين مش بس أن هي دعم للفلسطينيين كمان ولكن من اللاجئين اللي هم كانت بنتيجة الأحداث اللي حصلت في الفترة اللي فاتت وطبعا أهم حاجتين بيقوموا بيها الأونروا هو في التعليم والصحة المدارس كتيرة جدا مفروض بتصرف عليها فالتساؤل وإلى الآن رد الأونروا والأمم المتحدة قالوا أنه بالرغم من أن إحنا أرسلنا دعوات رسمية للدول العربية بأنه من المفترض أن إحنا يعني لا نهتم بقرارات دونالد ترامب وأنه إذا كانوا 60 مليون دولار فسهل جدا أنه الدول العربية تعود هذا المبلغ يعني ولا تتركنا ومن الأول أيضا أين دعم الدول العربية لهذه المنظمة الهامة جدا في مساعدة الفلسطينيين ومساعدة اللاجئين أيضا اللي نضمه للفلسطينيين في الفترة اللي فاتت ولم تتلقى الأونروا ولا الأمم المتحدة أية ردود رسمية اللي شاهدته أنا بس كده كان فيه خبر بيقول أن بلجيكا تقريبا هتدعم بمبلغ كبير باليورو يعني حتى الدول العربية لغاية دلوقتي شيء لقديها من الموضوع ليه معرفش والكل قال طب السعودية جماعة اللي استثمارت قد كده ولما كانت في زيارة ترامب و400 مليار دولار والكلام ده كله أيه بالنسبة لهم 60 مليون دولار يعني للمساعدات طبعا هم النهاردة السعودية كانوا حطوا 2 مليار دولار في صندوق النقد في البنك المركزي لليمن طبعا يعني بعد البهدلة اللي تبهدلتها اليمن بس بالنسبة لموضوع الأونروا بالتحديد وأنه منذ اليوم الذي أعلن فيه دونالد ترامب أنه هيتوقف على المساعدات الفلسطينيين أين الدول العربية هذا التساؤل ما زال مستمر حركة حماس ده ما قلت لكم رفضة طبعا تقليص الإدارة الأمريكية لمساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا ويدعى النطق باسم حركة حماس فوزي برهوم في تصريح صحفي دعى الأونروا وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية ودول العالم والمنطقة إلى عدم الاستجابة لأي ضغوط أمريكية من شأنها المساس بحقوق شعبنا بل يجب أن تشكل حافزا لمزيد من الدعم مزيد يعني المطالبة مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضايا العدلة عفوا ده بالنسبة للقصة اللي فيها الأونروا النهاردة برضو عايز أقول لحضراتكم عن موضوع مهم جدا وهو أنه كان في لقاء الحقيقة هو الرئيس السيسي لم يحضر النهاردة المؤتمر ده ولكن كانت له تصريحات على المؤتمر النهاردة اللي هو مؤتمر الأزهر لنصرة القدس والرئيس كان فيه لقاء جمع ما بين الرئيس محمود عباس والرئيس المصري الرئيس السيسي وأكد الرئيسان على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية خلال لقائهما بحث الرئيسان معا تطورات القضية الفلسطينية والقرار الأمريكي حول القدس المتحدث باسم الرئيسة المصرية السفير بسام رادي قال أن الرئيسين استعرض آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية البحث التحرقات العربية والدولية السعية للتصدي لقرار الولايات المتحدة باعتبار قدس عسيمة الإسرائيل ونقل سفارتها إليها بالمناسبة هما كانوا بيقولوا على آخر السنة هينقلوا السفارة يعني والله أعلم برضو لأنه كانوا قالوا أن السفارة هتاخد وقت مش قليل من سنتين لكن كان فيه تصرحات إمبارح من نتنياهو أو النهاردة الصبح عفوا يعني وحتى كان التوقيت غريب أنك أنت تزامنا مع المؤتمر ده جاي أنت نتنياهو وتقول وتستفز يعني سيادة الاستفزاز بأنه العاصمة هتتنقل نهاية هذا العام اللي هو 2018 هنشوف تقريبا واشنطن ردت منذ قليل على هذا الأمر يعني وأعتقد بتستبعد أن يكون نقل السفارة آخر العام المهم أن الرئيس السيسي في اللقاء مع محمود عباس أكد على موقف مصر السابت من القضية الفلسطينية وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها على حدود 67 زي ما قلت لحضراتكم برضو الغيب دلوقتي الكلام بيقول أنه مايكل بانس المفروض أنه اليومين الجايين جاي في الزيارة لإسرائيل ومصر والأردن على ما أعتقد اللي رفضت مقابلته فلسطين واللي رفض مقابلته في مصر شيخ الأزهر وقدس البابا ولكن الزيارة بالنسبة لمصر قائمة ما زالت كان بيقال أنه هو هيكون المفروض يوم عشرين هنشوف برضو هنقول لحضراتكم على التواريخ بالضبط ولو زمالي يلاقوا حاجة تأكيد لموعد الزيارة بالتحديد يريد يبلغوني الحاجة برضو في الموضوع ده كمان كان في مؤتمر لمحمود عباس برضو يوم الأحد الماضي في افتتاح المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني المنعقد في الكويت وكان بيقول أن الأطفال الفلسطينيين هم ضحايا الضحايا الأكثر تأثرا بين أبناء الشعب الفلسطيني بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المؤتمر ده كانت نظامته جامعة الدول العربية لمدة يومين برعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يعني على مدى الأيام اللي فاتت مؤتمرات كثيرة مؤتمر في الكويت وأيضا كان المؤتمر اللي هو كان أو الدورة الاجتماعات الدورة الثامنة والعشرين رقم تمانية وعشرين مجلس المركز الفلسطيني كل دي كانت محاولات ومؤتمرات وتجمعات بالتأكيد طبعا لإلقاء الدوق على المعاناة بالنسبة لمعاناة الشعب الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي كما يقولون وأيضا بالنسبة للتبعيات اللي كانت قرار اللي أصدره دونالد ترامب دي كانت أهم أمور في الخبر المهم النهاردة بالنسبة لنا اللي هو أول خبر مهم يعني اللي هو كانت المؤتمر الأزهر وزي مولت لحضراتكم على مدى يومين اليوم التاني هيكون بكرا إن شاء الله ونشوف التوصيات اللي هتخرج من هذا المؤتمر وإلى أي مدى سيكون هناك استجابة وأيضا منتظرين استجابة الدول العربية لتعويض المنع الـ 65 مليون دولار اللي منعتهم الولايات المتحدة الأمريكية عن الأونروا ترجمة نانسي قنقر